موسيقى السلام عليكم دقلاتا ان شاء الله بهادا الفيديو منحل اسئلة عن نيكتر 11 اللي هو تيومر إميونولوجي عشان نراجع النيكتر مصادر هاي اسئلة من التست بانكس بيجيب منها الدكتور مثل وايدي ورويت وكوزلت بسم الله نبدأ السؤال الأول بعض الناس تيومر موسيقى موسيقى خلينا نكمل الجملة عشان نفهم يعني نفهم بالضبط كلمة ريكسبرس انتجن ريكسبرس انتجن موسيقى موسيقى معناته هاي تيومر السلم احنا نيجي على تاريخ من أول من ولدت تمام ايام لما كانت امبريو او فيتس كانت هاي الامبريو او فيتس تعمل موسيقى نوع معين من الانتجن صح دليل كلمة ارلي معناته الايام لما كانت فيتس او امبريو وبعدين فقدتها طب شو دليلك يا دكتور انه من السؤال انها فقدتها كلمة ريكسبرس ريكسبرس معناته خلية هاي الفيتس المصارت متشور بطلت تنتج الانتجن وبعدين مصارت تيومر رجعت تنتجه عشان هيك ستطل لك كلمة ريكسبرس فلازم تقرأوا السؤال كويس ف ايش نوع الانتجن اللي بتكون الخلايا وهي فيتس او هي امبريو تنتجهم وبعدين مصارت متشور بتبطل تنتجهم وبعدين مصارت تنتجهم وبعدين مصارت كانسة ترجع تنتجهم من أول جديد هذا اللي احنا بنسميه انكوفيتل انتجن صح؟ فاحنا بدنا هون امثل على انكوفيتل انتجن بحكي لك one example of this is which of the following بروتين أو تيومرس خلينا نشوف بحكي لك هون CD20 and B-cell Neoplasm ايشاركم بالCD20 انكوفيتل انتجن لا مش انكوفيتل انتجن لانه اطلع لو انا هون بدأرسم B-cell Neoplasm B-Neoplasm بدأرسم انا هون normal B-cell سأكتشف انه الاثنان فيهم CD20 وCD20 فشافر انه هون في عندي normal mature body cell اللي هي body cell في حالة CD20 قاعد بتنتج لCD20 انتجن صح؟ فبالتالي هذا يعني فبالتالي هاي الكراتيريا تعته انكوفيتل انتجن او خصائص انكوفيتل انتجن لا تنطبق على CD20 هاي هون عندي صح؟ طيب لماذا الاثنان B-Neoplasm تنتجن لانه بتشارك نفس differentiation origin فبالتالي هذا differentiation انتجن واحد من الامثل على A-H-Tumor Specific وTumor Associated طبعا بدي يكون Tumor Associated لانه عندي normal cell اللي هي B-cell طبيعية قاعدة بتنتج لCD20 تمام؟ فهذا differentiation انتجن فبالتالي باشطب اجابة انبر ايه طب نحن نقول على B prostate specific انتجن A-Postatic A-Denocarcinoma هلا ممكن كثيرنا يعني ممكن ناس ينقوا جواب بيه صراحة عادي يعني اشي طبيعي خصوصا انك انت لما تشوف كلمة Antigen و specific فتفكروا انه واحد من الانكوفيتل انتجنس لكن الدارس الليكتر منيح منيح يرجع عليها يعني متى هاي هون احنا دم نرجع لكتشا نمبر ونطلع الانكوفيتل انتجنس رح نكتشف انه الانكوفيتل مش واحد منهم يعني CEA الفا فيتو بروتين مش واحد من الانكوفيتل فبالتالي نشطب الPSA احنا منعدل الPSA واحد من الماركز او الماركز فمنشطب احنا الاجابة نمبر طب نطلع احنا على E6 E7 بدي اسألك هل اجاب يعني اجاب رقم C E6 E7 انسى السؤال اطلع بس على جملة C هل هي صحيحة؟ يس صحيحة بذلك تطلع عليها E6 E7 هم عبارة عن بروتين بمين بروتين او انتجنس الHPV والHPV هو اللي يسبب الالتصاب فاذا هي صحيحة لكن في سياق السؤال هل ممكن انه انا اقل اجابة C لا ليش لانه إذن E6 و E7 هم إيش ليس أنكو فيتل أنتجنس أو يعني لهم اسم ثاني هو أنكو فيتل فلما تشوفوا كلمة أنكو انتبهوا كويس على بعدها هل يقولون أنكو فيتل والأنكو فيتل عشان ما تلخطوا إذن C هي عبارة عن أنكو فيتل أنتجنس فأشتبها طيب لماذا نحن نقول على D ألفا فيتو بروتين عن هباتو سيديدو كارسينوما هاي الإجابة الصحيحة أي حدا درس كويس سوف ينقل إجابة D تمام حتى تتذكر أنا شرحت لكم إياها إنه الـ الـ بنتج ألفا فيتو بروتين ليش هذا ألفا فيتو بروتين يؤدي نفس وظائف الألفا الترانسبورت بروتين اللي بنتجهم الماتشور بروتين صح ففي علاقة بين الشغلتين عشان ما ننساش إنه الـ الـ راح تتصرف زي فيتا بروتين وتنتج لي ألفا فيتو بروتين طيب ليجي نحن نقول على إيه الـ الـ وإحنا ما أخذنا الـ فبالتالي نشطبه الإجابة دي طيب نتطلع إحنا هون على هذا السؤال إمuno-suppressed patients are uniquely most susceptible to the development of tumors caused by which of the following خلينا نشوف إمuno-suppression راح يؤدي بشكل مباشر إلى ظهور أو إلى حدوث tumors caused by which of the following خلينا نشوف إيه فبالتالي نشوف هذه الـ إمuno-suppression إذا دخل في الـ فبالتالي نشوف هم إنهرتك مثل الـ باركة مثل ما حكينا الـ باركة مثلا أو الـ 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 إمuno-system تراعه مية مية على مية طول ما هو عنده هذول الجينز طول ما هو عمل هذول الجينز من البانس تعونه خلاص سيحصل عنده cancer ولم يوجد علاقة بين هذول الجينز والإمuno-system فبالتالي نشوف بجابة الرقم 8 طبي proto-oncrogene ميوتاشن هل في علاقة مباشرة بين إمuno-suppression و proto-oncrogene ميوتاشن و حدوث ميوتاشن ما في علاقة بين ميون-suppression و حدوث الـ proto-oncrogene ميوتاشن تمام؟ الـ proto-oncrogene ميوتاشن بيصير من حاله تمام؟ و بيخلي الخلية تكتسب cancerous properties وتتحول إلى cancer وهذه الخلية هذه الخلية الـ راح تقدر أنها تصمت في البادي و إذا لم تستطع أو لم تستطع أنها تصمت هذا الأشي بيعتمد على الـ immune-system لكن هذا الـ immune-suppression بيعمل proto-oncrogene أو بيعمل الـ development من الـ proto-oncrogene ميوتاشن لا، ما إلو دخل في الـ development تمام؟ الـ proto-oncrogene بتعمل الـ development و بعدين الـ cancerous الفيتاحة أو مصيرها بيعتمد على الـ immune-system تمام؟ لكن الـ development النتصية؟ لا، فلا في علاقة طب نيجي نحن هنا على C Oncrogenec virus ما هي لكم بالـ number C؟ منطقية؟ نعم منطقية immune-suppression مع ناتو جسم لن يقدر أنه يقاوم الـ virus و الـ virus يأخذ الـ و ينشر الـ Oncrogenec virus الذي يجعله خليه تتحول إلى cancer فـ yes it makes perfect sense الإجابة هي لـ C طب نيجي نحن هنا على D-O-E Chemical Carcinogens and UV Radiation ما في علاقة بين immune-suppression وال-chemical carcinogens and UV radiation إذا الشخص صابت immune-suppression هل ستزيد chemical carcinogens؟ ما في علاقة إذا الشخص صابت immune-suppression هل ستزيد يتعرضوا للشعة فوق البنفسجية؟ لا يوجد علاقة بلا إذا فالإجابة هي طب اتطلعوا على هذا السؤال حاليا The only successful preventive anti-tumor vaccine preventive is directed at which of the following إذا إحنا ما كنا نحكي عن tumor vaccines اتفقنا إنه الغالبية العظمة من tumor vaccines أو هدفنا الرئيسي من tumor vaccines هم إنه ما إيش يكونوا إيش الكلمة كنا نحكيها؟ إنه ما يكونوا therapeutic صح؟ ليش؟ لأن كل tumor أو يعني كل cancer في الشخص is unique مختلف عن الشخص الثاني صح؟ وإذا ممكن يكون عنده private antigens مش موجودة عند الشخص الثاني فبالتالي أنت بدك تعمل vaccine مصمم لكل شخص بناءً على antigens تعوني cancer صح؟ فإنت بدك تستنى على الشخص عبين ما يصير عنده يعني ملك شغل هيك إنك تستنى على الشخص عبين ما يصير عنده cancer وبعدين تشوف أنت تعمل genetic sequencing وتشوف شو الأنتجزم موجودة عند الشخص عند الشخص هذا vaccine صح؟ فبالتالي tumor vaccines يعني في مجال غيرهم يكونوا therapeutic لكن حكينا عن exception في المحاضرة صح؟ ما هي هذه ال exception؟ اتفقنا ال exception هذا انك اللي هم ايش ال vaccine سيكونوا ضد 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 مش انت هيك خدرت immune system يمنع حدوث infection طب بما انا مناعت l'oncoviral infection انا بالتالي مناعت الفيروس انه ينشر l'oncoviral antigens وبالتالي ايش؟ مناعت حدوث cancer صح؟ يعني انت مطاطي vaccine ضد انت فعلياً مناعت حدوث فالتالي انت هو uncoviral او يكون against uncovirus مثل اكترطي HPV bakstine باكسين 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 او انت طرح تطير ولا عمو حيصر عندها HPV فبالتالي ما في viral antigens أو ما في oncoviral antigens وحيصر لها production في السلسطون فرح تنحمى من الكانسر تماما إذن هليني نشوفه preventing the establishment of a viral infection هي الإجابة الصحيحة طبي increasing the antigenicity of tumor cells هذا therapeutic صح ولا لا هذا therapeutic مش preventive طب C blocking T cell suppression هذا برضو therapeutic صح ولا لا طبي augmenting ADCC هذا كله therapeutic a diagnostic marker for the tumors of the colon is أي واحد نطلع إيه alpha phytoprotein هذا الhepatocellular carcinoma فلا طبي carcinoma bionic antigen يس هذا هو carcinoma bionic antigen شوفي كمان إشي يكون tumors of the colon شوفي كمان marker دائدو دائدو تذكر CA 19 أو CN19 9 صح هو للكولون ولل البانكرياس في الاتر بي أو الاجابة بي صحيحة C A The presence of Fried Sternberg's cells هؤلاء لHodgkin informa ولا لهم لأخذ في السؤال D EBV related antigens لا طبعا EBV للHLS وهذا قصنا مش مش للColon EBV antigens بيكونوا موجودين بيكونوا موجودين في Theococytes E common acute lymphoblastic leukemia antigens لا طبعا الإجابة هي B وهذا نيجي على السؤال اللي تحت بيحكي لك Some disease states such as CMV infection and tumors أي شايفين CMV infections and tumors معناتوا ما معناتوا CMV infection virus infection صح CMV is a virus CMV infection and tumors أيون mid tumors evade elimination by cytotoxic theses هلأ قبل ما نكمل بالسؤال virus infected cells والtumors هل الميون سيستم بيعملهم نفس المعاملة بيستخدم نفس السلس في القضاء عليهم وبيستخدم نفس العقلية في القضاء عليهم طبعا يا دكتور صح ولا لا إيش ميون سيستخدم بيستخدم السلس منه صح طب يا دكتور انت حسب ما تتذكر شو السلس اللي حكينا أو يعني أي سل بالضبط من هذا السلس أو من السلس أي سل بالضبط ستكون أقوى إشي بلنا تهاجم tumors with virus infected cells CD8 صح ولا لا اللي هي cytotoxic لكن بيحكي لك هلأ هلأ CMP virus infected cells والتيومر ممكن أن يتحايلوا على CD8 على cytotoxic T cell عن طريق إيش أنه يشيروا MRC1 molecules من endoplasmic corticulum طيب ما نتائج أنه إحنا شيرنا MRC1 molecules إحنا بنعفل MRC1 كهو البيام presentation لل antigens الدون MRC1 ولا تحلم نصير عندك presentation لل antigens على سطح virus infected cell أو على سطح tumor cells صح بما أنه بطل عندنا أنتجز على السطح هل cytotoxic تقدر أنها تقضي على virus infected cells والتيومر cells لا طبعا ولا عمرها تحلم منها تقضي عليهم فإحنا فقدنا أقوى خلية من رفعاتنا ضد tumor وال virus infected cells لكن بيحكي لك هون في هذا حيث من المثال ستبقى تقضي هذه تقضي واضطار هون شو بهمني most likely يا دكتور هذا صرته طبعا بالكلفوت على سنة ثالثة ولازم في الأسئلة دائما تنتبه على most likely لأن most likely تحكي لك أنه أنا أريد الجواب الأصح تمام خيرنا نتطلع على هذا الأجوب نحكي بيزوفلز بيزوفلز ماذا نعرف عن functions بيطلعون هستامين وهيبارين صح وممكن بيلعبوا دور في acute inflammation لكن عادة عن هيك مجهولين هم ما نعرف اشي عنهم فبالتالي بيزوفلز نشطبها طب بي ماكروفاج ماذا رأيكم في الماكروفاج ممكن الشخص لأول واحدة يفكر أنه ماكروفاج تزبط يقول لك ليش لأن ماكروفاج لا تعتمد على mhc1 و لا تعتمد على antigens صح لكن يا دكتور أريد أن أسألك أرجو أن أسألك عندما يكون عندي خليية سواء virus infected cell أو tumor تمام خيرا نحكي وفي virus متخبئين داخل الخلي تمام هل الماكروفاج رح تقدر نتقضي على هدول الماكروفاج على هدول الفايرس لا رح تواجه صعوبة بعد صح لو كانوا هدول الفايرس اللي هو في حالة CMV موجود بلا وكثير هالماكروفاج بتاخد راحتهم وكثير بتشجع أني أنقيهم كإجابة صح لكن هون الماكروفاج رح تواجه صعوبة بالغة في أن تقضي على الفايرس الموجودين داخل الخلايا صح ونفس الاشي برضو ينطبق في حالة التومور لأن التومور زي ما بتعرف كلكم ما في عندها اشي زي peptidoclycan lipopoly caccharides هدول PAMS إذا بتذكر Pattern Associated Molecules في PAMS فماكروفاج راح تتغلب شوية صح بدها تشجيع بدها مثلا بجوز antibody coating بدها ADCC بدها مساعدة بشكل ما صح فبالتال الماكروفاج بديش أحكي بشطبها لكن بحطها آخر تمام طب نحن على سين نيوتوفيز هل عمرنا درسنا أنه نيوتوفيز نستخدمهم ضد الفارس وضد الأكليوت ضد مين ضد معناته نيوتوفيز في الشرب واللي نحن 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 في السؤال في الغرب صح ولا لا في الغرب يعني نيوتوفيز ولا حتى تعمل إشي معهم صح ولا لا كيف نيوتوفيز تأكل كيف تقضع الفارس الموجودين داخل الخلية صح فإذا نيوتوفيز بستثنيها أو بستبعدها لسه أكثر من الماكروفاجز طب إيوزينوفيز إيوزينوفيز هم جزء من الدفاع ضد البرس فأكيد بشطبهم طب نيجي نحن عن ناتور كلا سلس ماذا هل تظبط أو لا تظبط يا دكتور طبعا ناتور كلا صح ولا نعرف واحدة من الدفاعات ضد التيومر والفارس انفكت صح بتقضي عليهم طب يا دكتور أنت لم ترى مش شارف ان الناتور كلاسل رح تتغلب لا مش رح تتغلب يا دكتور لأنها جزء من فبالتالي ليش كثير معتمدة على الانتجم خلي تومر سل والسايتوتوكسك يشيلوا الانتجم خلص رح تتعرف عليهم الناتور كلاسل و رح تقضي عليهم صح ولا مش فارق مش فارق مع وجود الانتجم من عدمه فالناتور كلاسل مرشح قوي جدا جدا صح نحن مع الأثر لنأخذ plasmases يستمرون الانتجم الانتجم الآن ممكن بعض الطلاب يقول دكتور plasmases تطبط plasmases يستمرون الانتجم الانتجم تشبك على virus infected وتعمل ADCC صح ولا لا قد تشبك هنا على سطح virus infected أو على سطح tumors تحكيلي وتعمل تتحدثون لي و تعمل ADCC صح؟ و يقولون هؤلاء الطلاب ممكن أن الانتباضي برضا تشبك على تومرسل و تعمل ADCC سأخبرك صح دكتور كلامك صحيح لكن هل الانتباضي هم المين رسپونس بيكونوا ضد باستخدام تومرسل هل هم أقوى رسپونس هل ADCC هي أقوى رسپونس ضد باستخدام تومرسل أم هل هم إشي ثانوي إشي ثانوي بيساعد صح؟ المين رسپونس بيكونوا السيليولار بارد فالناتر كالرسل جدا أقوى من البلازماسل صح؟ عشان هيك حكيتك الدكتور كزلي على الموست لكي إذن الإجابة ناتر كالرسل طب نيجي إحنا هلأ وين نيجي هلأ وين على آخر سؤال نمسح كل هاي الشغلات باني أنا حذرت السؤال بس كأنه صارت مشكلة بالفيديو في القراءة ننتقل خلينا نجد طلع لهم Genomic instability leads to accumulation of many passenger mutations that do not directly impact tumor progression Genomic instability فبالتالي بس عن the accumulation of passenger mutations while passenger mutations مالهاش عراقة بالtumor progression اشعركم بهاي الاجابة؟ يس صحيحة Passager mutations إذهم دخل بأنهم يخلوا للتumor يطور أكثر وأكثر ويكتسب خصائص بتساعده عن النمو لا إذن هاي اجابة صحيحة طيب نجد طلع هون عدا ب lung cancer cells from two different patients could have different driver mutations اشعركم بهاي الجملة؟ هاي الجملة برضو صحيحة أقم بي ليش؟ لأن أنا في عندي كثير driver كثير genes مسؤولين عن driver mutations عندي proto-oncogenes وفي عندي إيش؟ tumor suppressor genes tumor suppressor genes صح؟ ممكن والله ألاقي ممكن أن أمسك cancer patient ألاقي lung cancer تاعه أجد بسبب حدوث بسبب فقدان tumor suppressor genes ممكن أمسك cancer patient ثاني ألاقي أن والله cancer إذا عنده إياه بسبب تنشيط بعض proto-oncogenes هاي الإجابة صحيحة برضو بي طيب نطلع أسي هاي الإجابة صحيحة نعم الـ driver mutations هم بيشكلوا نسبة لأيذة ما بيشكلوا النسبة الأعلى تمام؟ هلا ممكن أنت تكون تتساءل ليش يا دكتور طب هاي cancer cell مغفوظ الـ driver mutations تكون نسبتهم عالية جدا فيهم صح؟ هلا تفكيرك منطقي لكن اتطلع أنا بحكي لك ليش هلا أنا هون عندي cancer cell صح؟ وإحنا نتفكر أنه في عندي tumor suppressor genes في عندي proto-oncogenes وهذين يكون مسؤولين عن proliferation proteins صح؟ يعني أنا هون بدأ أرسم proliferation proteins بدون الأخضر proteins هلا مين المسؤول عن مين المسؤول عن أنه يصير في عندي alteration أو mutations في الـ proliferation proteins اللي هم الـ driver صح؟ طب الـ passenger مسؤولين عن إيش؟ الـ passenger mutations رح يغيرون لي any other normal cellular proteins صح؟ تنساش أنه في عندك أنت 10,000 بروتين ثاني في الخلية و 10,000 جين ثاني مسؤول عن تصنيحها دولة الـ proteins فبالتالي نسبة حدوث الـ passenger mutations في السل جدا قاعدة صح؟ وإحنا حتى الـ cancer cell ما يجب تتطلع عليه حتى تلاقي أن الـ passenger mutations اللي فيها أعلى بكثير من الـ driver mutations ليش؟ بإختصار لأنه ببساطة شديد أنت في عندك 10,000 جين ثاني غير الـ proliferation proteins وغير الـ proto-oncogenes والـ tumor suppressor genes فبالتالي يكون لكثير من الـ passenger mutations فبالتالي يكون لكثير من الـ passenger mutations فبالتالي يكون لكثير من الـ لا دكتور لازم يكون عندك تراكم للـ driver mutations حتى أنتو دائما إذا تطلع على تعريف الـ cancer أو الـ Neoplasia accumulation يجب أن نضع لكم كلمة accumulation cancer هي عبارة عن process ليس أنه صابني موتيشن واحدة والخلية كانت منيحة ومرة واحدة تحولت صارت cancer لا cancer هي عبارة مثلا كيف في الأفلام وشلسلات يجيبو لك الشرير تطلع على تاريخه كان كويس بعدين شوية شوية كان يرتكب جرائم لكن كان يندم عليها بعدين شوية شوية صارت تحول الشرير صارت جرائمه أكبر وأكبر أكبر مثلا في Breaking Bad Water White تمام It's a process cancer is a process فالخلية تتحول إلى cancer شوية 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 تمام single-driving mutation is not sufficient إذن فهي جملة خاطئة إذن فهي جملة خاطئة إذن إحنا نكون حلينا الأسئلة يعطيكم البعضة